اشتركوا في القناة مش بس قصة انه سجلت هدف لكن كمان ما استقبلتش من المنتخب السنغالي وقلبت الدفة اللي كانت لصالحهم قبل المباراة بما انه هم تفوقوا في المواجهة الاخيرة في بطولة امم افريقيا ازاي بكرة السنغال هتلعبنا هتلعبنا بنفس الطريقة ونفس الاسماء اللي واجهت نفسها القاهرة ولا تتوقع يكون فيه تغيير في التشكيلة وفي الطريقة وبالتالي ايه الانسب لمواجهة السنغال وازاي او ايه هي الوسيلة اللي ممكن بكرة تقدم بيها الضربة القضية للسنغال على ملعبها هدف يتمنى المصريين مبكر يغير من سيناريو المباراة ويريحنا في 90 دقيقة اتوقع انها تكون عصيبة على كل المصريين خلينا ناخد رأي شريف سالم ضفنا النهاردة فيه السادسة وبالتأكيد هو عنده بالارقام وبالرؤية حاجات كتير وكلام كتير جدا يقولوا عن منتخب السنغال شريف مساء الخير مساء النور قبل اي شيء متفائل ولا متشائم شايل الهم ولا حاسس ان تذكرت التأهول ان شاء الله مضمونة لمصر بكرة لا هو يعني لا متفائل ولا متشائم يعني يوندفنس كده الحد ما انت يوصل بس نوصل خمس عشر دقائي كده من الشوت الاول بكرة نبدأ الرؤية كان معي كابتن خالد امبرح كنت بقول انه اول ربع ساعة هتبقى صعبة جدا ولو عدينا اول ربع ساعة دي من غير ما نستقبل اعتقد انه الامور ممكن تبقى صالحنا بشكل كبير انا اتمنى اول نصف ساعة تعدي يعني اول ربع ساعة برضه لسه بيبقى الجيم قريب انا اتمنى اول تسعين ديئة تعدي بقى عشان يعني بلا من مضمس امني او خلص شايف ازاي مضش بكرة البدايات هنخلينا ابتدي بالقاهرة يعني انت قريد طبعا مواجهتين في فترة زمنية والعيلة جدا 120 ديئة في نهائي بطولة امم افريقيا 90 ديئة في مواجهة القاهرة 210 ديئة خلينا نعترف انه رغم القوى الضربة والقوى الضارية لمنتخب السنغال الا انه فشل بالارقام وانا عارف انك بتحترم لغة الارقام فشل في انه يهز الشباك مصر على مدار 210 ديئة شايف انه بكرة ممكن يبقى فيه تغيير او فيه جديد هو لو احنا رحنا للغة الارقام كلها هنلاقي ان الارقام مش في صالحنا والارقام كان فيها جزء كبير جدا حاطب فرة السنغال في حتة انها ممكن تساعد انا بكلم على اهم الرقم دلوقتي اهم رقم الاهداف طبعا اهم رقم الاهداف بس بتبقى فيها ارقام تانية بتحط مؤشرات انه الجيم ممكن يروح في حتة مختلفة لو في ظروف مختلفة بس خلينا نمشي معا ان الوقت ده 210 ديئة دول بالوقت الضائع بنتكلم تقريبا في 220-230 ديئة السنغال ما سجلتش في المبارات الفاينل وفي المبارات تحت الكاهرة السنغال ما سجلتش ليه ومنهم راكلة جزاء راكلة جزاء لضعية انساديو مانيا يمكن دي كمان عالة الـ XG شوية بتاع فرقة السنغال او الاهداف المتوقع على فرقة السنغال في الفاينل في الكاهرة هنا احنا كنا في الـ XG اعلى يعني احنا مرحناش للجول كتير لكن احنا كنا في الاهداف المتوقع احنا اعلى 2 من 10 الفرق اقامش كبير ولكن برضو الفرق ده مؤشر انه منتخب مصر قدر يروح للجول انا بشوف ان احنا يمكن ان الشرط التاني علي انا شخصيا خلينا اتكلم عن نفسي ان الشرط التاني اثر علي وحسسني ان احنا عملنا ماتش وحش بس انا لما اتفرجت على الماتش مرتين كمان لقيت ان احنا عملنا نشرط الأول كويس او يعني بشكل متوسط لكن الشرط التاني كنا محشين فعلا فانا اتمنى ان احنا نبني عددت اول هنا ممكن يعني تربط انت في تحليلك لاداء منتخب مصر انه الهدف المبكر خلينا عندنا اكتر رغبة في ان احنا نخفز على التقدم ده ومن خليش او نمنع السنغالي من انها تسجل فده اثر على مستوانا ولا ده فوارق في اللياقة وفوارق في التاكتك وفوارق في الامكانيات والسرعات بين الفرقاتين انا عندي رأيي في قصة الفوارق الحقيقة انا يعني حاسس احنا اتبع لنا فكرة موخرا ان هما في حتة مختلفة واحنا لا احنا اقل بكتير ده مش حقيق خالص يعني ده من ضمن الحاجات اللي انا مش شايف ان انا موافق عليها وانا كراجل بقى بتفرج بعين المتخصص قبل ما بتفرج بعين المشجع او المنتمي البلدي انا شايف ان احنا اتبع لنا الكصة دي لا فرت السنغال مش في الحتة اللي تصور لها تعالى نمشي مع الاسماء واحدة واحدة هنلاقي ان الاسماء اه فيه 3 ا 4 عسامي كبار اوي لكن ال 3 ا 4 عسامي الكبار اوي دول جنبهم 5 ا 6 اسامي متوسطين لما نروح لمنتخب مصر هنلاقي ان في اسمين 3 كويسين في اسم كبير جدا اللي هو محمد صلاح في اسمين 3 معاك وويسين فالكفة متوازنة الكفة مش بعيد وده اللي احنا شوفناه اه مهما كان احنا بعيدا عن الاسماء برضو الناس شايفة انه كرة السنغال الهجومية يعني قدرات السنغال الهجومية في الـ 220 ديالي حمد تكلم اه ما سجلوش فينا ما نجحوش في التسجيل لكن هما طول الوقت ضغطينك طول الوقت موطرينك طول الوقت حاسس انك انت بتلعب مش مرتاح حتى في الفترات اللي الكرة بتجيلك فيها بيبقى نجحهم في استردادها سريع جدا اللعب في نص ملعبك اطول بكتير جدا من اللعب في نص ملعبهم فبصرف النظر عن مقارناة الاسماء وفين الكرة بتقول انه اه بس هو في النقطة دي لو احنا وقفنا عند النقطة دي وسألنا لنفسنا طب هو منتخب مصر لمسك كرة على مين ما نحن نلاقي يعني منتخب السنغال مسك علي كرة عشان انا بلعب كده عشان انا المدير الفني بتاعي افكاره كده مش علشان منتخب السنغال قوي للدرجات دي يعني ما هونا طب ما انا قدام اه يعني قصة عندنا مش عنده اه انا قدام انا قدام انا خسرت الاستحواز قدام من اول البطولة العربية قدام الجزائر في البطولة العربية قدام تونس خسرت الاستحواز قدام الاردن كنت خسران الاستحواز في الشوت الاول لما سفرت بطولة افريقيا خسرت استحواز قدام ناجيريا كسبت استحواز قدام غينيا بساو والسودان امر منطقي خسرت استحواز قدام كوديفار قدام الكاميرون وقدام السنغال وكسبت استحواز قدام المغرب قدام المغرب كسبت الاستحواز لان تحط فيها جول في اول ثلاث دقايق فكنت خلاص لو التسعين ديها دول خلصه ماكيش بقى أكسرا طايم مافيش وقت اضافي كنت هلمي شونة وراوح فاللعيبة لما بدأت تروح لقداما عندي ريفرنس أنا عندي ريفرنس مباراة المغرب اللعيبة لما راحت لقدام لأ كان شكل كويس استحوست سجلت جول والتاني كان ليه خطورة الـ XG بتاعلك أعلى انت في الفرص أعلى انت في التزديدات أعلى في كل حاجة أعلى ومنتخب المغرب المصنف الـ 23 على العالم ومنتخب السنغال المصنف الـ 19 فأنا عندي ريفرنس أهو أنا لما حطيت اللعيبة دي في وقت ان انت محتاج تروح وتسجل لأ اللعيبة دي راحت وسجلت واستحوزت على المغرب والمغرب كانت عاملة بطولة كويسة والناس كلها أصلا كانت قلقانة من مباراة المغرب وكانت الناس بتتكلم كمان ان احنا بقالنا سنين طويلة جدا مكسبناش المغرب ومش عارف ايه وحاجات كده ولا اكسبنا فلا انا مش مع فكرة ان احنا يتبع لنا ان السنغال عشان حطاني في نص ملعبي بقى السنغال اقوى لأ السنغال حطاني في نص ملعبي عشان انا الكوتشي بتاعي عايز كده انا الراجل اللي ويفعل خط هو ده منهاجه ودي فلسفته والدليل احنا لسه قلنا الدليل اهو كل ما تشاطنا في بطولة افريقيا مع الفرق المصنفة احنا خسرنا الاستحواز وكنا اقل في الاهداف المتوقعة كنا اقل في القرص الطريقة دي من وجهة نظرك الانسب لمنتخبنا الوطني يا شريف يعني ناس بفقوات كتير بتبقى اراضي احنا راضيين ان احنا وصلنا لنهائي البطولة لكن مش مستمتعين قوي بمنتخبنا راضيين ان احنا وصلنا للمرحلة الاخيرة من تصفيات كاس العالم لكن مش مستمتعين هل القصة جهاز فني ولا قصة انه ده الامكانيات اللي ممكن تستخدمها في لعبتك في الجيل ده عشان توصل الهدف اللي انت عايزه برضو لما هنروح لقصة الامكانيات هروح للمطشات انا في الاخر ما احنا عندنا عين بتتفرج على المطش العين دي بتقول لك انت النهاردة لما لعبت انت لما لعبت السودان في دور المجموعات كانت وحش جد كسبت واحد سفر بالعافية من هدف يعني الناس شافت كرة ثبت مطش غنيا بيساوي نفس الكلام واحد سفر بالعافية واكس جي قليل اه مستحوث بس مش قادر تقدم خطورة لان انت ما عندكش باترن هجومي ما عندكش نامط ما عندكش خطط هجومية انت عندك خطط دفاعية بتبني عليها وبتالي كيها بتلعب ترانزيشن جيم فانت ده كان شكلك انت اللي قررت كده كمدير فاني طب انت لما تحطيت في موقف احتاجت تهاجم هل ما كانش عندك امكانيات لا هاجمت هاجمت المغرب وسجلت جول واثنين فهي المعادلة هي افكار المدير الفني فبلاش يعني الناس بيضمي اه ما نزلمش احنا حطين اللعيمة في حتة بحشة قوي ما احنا اقل من كل الناس هل انا اقل من ناجيريا واقل من كوديفور واقل من كاميرون واقل هل انا اقل من كل الناس دي طب انا فين يعني انا فين طب انا في 2017 وصلت برضو مع كوبر بنفس الطريقة وبنفس النهج لنهائي مظبوط روحت كاس عالم ما اخدتش بند فهي المعادلة انه اه ممكن انا ممكن في اوقات زي ما احنا مثلا في النادي الاهلي مثلا زي مبارات مونتيري مثلا ما كانش هينفع تهاجم مونتيري عشان الظروف اللي انت كنت فيها بس الجيم ده حطك في المرحلة اللي بعد كده بعدين انت لعبت الجيم بتاع بالمراس ولعبت الجيم بتاع الهلال كان شكلك كويس عشان رجعت لطبيعتك لان انت استرددت جزء من لعبتك فعندك حالة نفسية كويسة مع ان انت كنت بدنيا كويس وكنت اخد فترة راحة فعملت لكن هلانا ينفع يكون منهجي في الحياة كله ان انا افضل اقول يا سلام عنديش امكانيات ما عنديش امكانيات انا لأ انا عندي امكانيات عندي امكانيات كتير موجودة وفي الاخر انا برضو بقول تاني الريفرنس موجود في مرجع موجود تقدر تحط قدامك 120 دي او صاد المغرب هات المائة وعشرين دي او دول وتفرج عليهم كأن انت متعرفش اي حاجة عن منتخب مصر وتفرج لا ده منتخب عنده امكانيات وامكانيات كبيرة امكانيات تقدر تحط في حتة كويسة احنا اللي بيطبع لنا بقالنا فترة فكرة ان احنا لأ ده احنا ما عندناش امكانيات اصلحنا ما نقدرش اصلحنا كذا طيب لما انت كل ده انت ازاي في 210 دي او السنغال لو حد قالك انه فيه فوارق وممكن السنغال تبقى كمنتخب هو افضل منتخب افريقا دلوقتي افضل من الجزائر وافضل من المغرب وافضل من نيجيريا فبالتالي لازم تديله اعتباق يعني لازم تحطه في مكانته الطبيعي انا ما بقولش ان السنغال قليل سنغال افضل فريق في افريقيا حاليا صح بس هل معنى انه افضل فريق في افريقيا حاليا ان انا حطي نفسي في الحيط لا 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 كنوافاش حسابات لا لا الكلام ده كله يعني لسه هو لما حد يجي يقول مقدونيا الشمالية وإيطاليا مثلا الناس كلها بستنية مطش ايطاليا وبرتغال بقى كله اصلا محدش كان بيتكلم عن مطشين دول تركيا وبرتغال اه هو بيقولك يا اما ايطاليا يا اما البرتغال كل الناس مستنية المواجهة تركيا عملت جيم في الشتو الثاني حالوة على البرتغال كانت ممكن توصل فهي الفكرة انه انا مش موافق على الفكرة دي حقيقة وشايف انها حطانا في مكان مش كويس طيب تعال نخش في سيناريو المطش هل تتوقع بداية انه اليو سي سي هيلعب مطش بكرة في مواجهة كيروش بنفس الطريقة والتشكيل اللي لعبية ومباراة القاهرة انا اتوقع انه يكون في طريقة مختلفة او تشكيل مختلفة انا اتوقع انه التشكيل هيبه هو هو مع طبعا فكرة انه خلاص دي حالو مش موجود لانه هو اتصاب في المباراة اللي فاتت فهم مش يكون موجود ده ممكن تكون التغيير الوحيدة في المطش غير كده الناس اللي على الدكة ما اعتقدش في حد فيهم افضل من اللعبة اللي موجودة بتلعب في الحدوش الرساسيين ده زائد ان الراجل تقريبا طول بطولة افريقيا ما غيرش يعني طول البطولة الافريقية احنا تقريبا بنتكلم على نفس التشكيل التشكيل حتى كان معنا في صورة لو نقدر نجيبها نفس التشكيل هو ما طول البطولة تقريبا نفس التشكيل حتى تشكيل مباراة النهائي هو هو تشكيل مباراة القاهرة تمام طيب خليني قبل ما اتكلم على الطريقة الامثل بالنسبة لانه عندنا كذا مركز عندنا خط كامل خط الدفاع عليه علامات استفهام كبيرة جدا هايز اسمع رأيك عشان نتعامل مع السنغال على ارضها يكون ايه افضل تشكيل لنا وخصوصا فيما يتعلق بمراكز خط الدهر بس هتسمحونا نروح لفصل ونرجع بعد الفصل نكمل كلامنا مع عضفنا النهاردة شريف سالم المكسب والتعادل وحتى الخسارة بفرق هدف بشرط ما تكونش النتيجة واحد سفر صالح السنغال تمكن مصر من الوصول لكس العالم وده في حد ذاته اعتقد يعني انه بيفرق معنويا بيدي اريحية سألنا الناس يا شريف في بداية الحلقة توقعاتكم لنتيجة مطش بكرة وقبل ما استعرض اجابات جمهور مصر خليني اسألك توقعتك لنتيجة مطش بكرة كم كام ان شاء الله يخلص صفر صفر ده مش توقع ده تماني لكن فيش توقع خلينينا نشوف الناس توقعات وقالت ايه على نتيجة المواجهة بكرة ان شاء الله البداية مع طاهر ابو زيد مكسب واحد سفر هناك ان شاء الله هالسلام يا ريت والله هنتمنى كده بساء الخير احمد توقع فوز مصر على السنغال واحد سفر بتوقيع صلاح وبالتوفيق لمنتخدنا والمنتخبات العربية ده جمال رضا معانا كمان ابو رياض وروضة باذن الله وان شاء الله اتعادل سلبي بتفرد معاك ده شريف والصعود لكسر عالم في قطر قول يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله معانا محمد صلاح ان شاء الله اتنين واحد ده كل الناس ايه مكسب 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 اتنين واحد اللي منتخب مصر ده محمد صلاح سند كريم كامل امنياتي مصر تكسب طبعا بس انا متوقع اتنين سفر السنغال قولنا المتشائمين يا امتنعون ان شاء الله نقدر نسجل انا بس عايز نسجل يعني نفسي جدا المبارادي نبتدئ واحد سفر السنغال ده يوسف محمد نروح لأيمن محمد ان شاء الله واحد واحد ومصر تتأهل ان شاء الله مصر هتصعد نتيجة واحد واحد ده بيمو ان شاء الله تعادل سفر سفر ده حافز ورهام النالداني تقريبا لو قررت الاسم صح نتيجة اتنين واحد لصالح منتخب مصر يعني الناس متفاعلة بشكل كبير ان بعض الناس ممكن متشامة ومتخوفة اخر ناس معنا ناخد اخر مشاركة قبل ان نروح لشريف مرة تاني يا احمد زدان اتعادل واحد واحد باذن الله اتنين واحد لمنتخب مصر ده عبده العالمي واثنين واحد لمصر برضو ده كريم خدر يعني اغلب الناس مش بس قالت لك هنتعادل ده كمان يعني حسن انها هنكسب السنغال على معلعبها متخاف منه مايجيش عسد منه احنا خايفين بس ان شاء الله قادرين بإذن الله يوم سهل متفق معي على فكرة انه ان المطش ده محتاج مع القوة والاندفاع اللي هيكون عليه مش متوقع السنغال والتاني ممكن تبتدي بيه السنغال غيرنها تهجم تهجم بكل قوتها وبالتالي ازاي ايه الطريقة الزكية او ايه الطريقة اللي ممكن من خلالها تستغل الاندفاع ده عشان تحط الدربة القاضية وتسجل في السنغال في الملعب الطريقة الافضل بالنسبة لي هو ان انت تستنزف عدد الدقائق في الحاجات اللي ملهاش لازمة اه يعني تستنزف عدد الدقائق في ان انت تستهلك في القوت وتستهلك في الحاجات دي لان هي دي الحاجات اللي في الاخر بتحط البول ان بلاي انت النهاردة المطش 90 ديئة انت عايز تلعب الموتش ده 40-50 دياب الكتير قوي فعشان تعمل كده لازم تستهلك الحاجات اللي بتضيع وقت وفي نفس الوقت ما بتحطش وقت زيادة في نهاية الشوت الاول او في نهاية الشوت التاني فقوت فاول في ان انا بعطل الكورة في ان انا باستخدم الكورة كتير وانا في ان انا احاول انقل كتير يعني احنا كان معنا حالات بس مش هنقدر نستعرضها لان اي ما حطناهاش يعني في المونتاج ازاي الفرق ما بين لما بنعمل الكورة على الارض بناخد وقت قدي بننهي الهجمة وانا احنا لما بنعمل الكورة الطويلة هيا كانت نقلتين تلاتة مع الكورة كانت مع الوينش الفرق في 3-4 كورات نفس الكورة في منافس المكان لما بيعمل التمريرة والقصيرة بنقدر نروح مرتين تلاتة نتنقل من التلت الاول للتالت دي بتستهلك ديئة ديئة ونص في الهجمة غير لما تلعبها كورة طولية غير لما تلعب الكورة الطولية خلاص هي الكورة الطولية توصل في سنيتين تلاتة لو ضعت منك الهجمة خلاص يبقى أنت في سنتين تنة تخسرت الكرة هو ده المطلوب أنت تحاول تروح تاخد القوت في التلت التالت وتوقف فقا بتضيع وقت وتاخد قوت تاني الحاجات دي بالنسبة لي دي الخبرات اللي المفروض موجودة عند اللعيبة بتاعتنا أهم ملاحظة لاحظتها سيبك منهم أنا بتكلم عليه نحن أهم ملاحظة حاستي أننا بنعاني فيها هي القدرة على الاستحواز أنه المنتخب يقدر يمسك كرة ويعمل 10-15 نقلة هذا شيء يعني شيء مستحيل هذا شيء صعب هل ده مرتبط باختيار العناصر بتاعة الـ 11 الأساسيين ولا مرتبط بطريقة لعب ولا مرتبط بالطريقة الأمثل لمهاجمة منتخب زي السنغال هو الجيم بلاي بتاعة كيروش هو الجيم بلاي بتاعة ده عقلية كيروش ده عقلية الراجل أنا مش مهتم أن أنا عمل 50 نقلة و30 نقلة عشان أروح للجول لأنا مهتم أروح للجول وأسجل وخلاص يعني ده الجيم بلاي بتاعة الراجل فالمشكلة بالنسبة لي في الحاجات دي أنه أنت لازم تبقى مستعدة تستحوز على الكرة يعني للأسف هي دي المشكلة المشكلة اللي احنا بنواجهها مع كيروش من دي وان من أول مراجل حتى رجله في مصر من أول مباراة أنت ما عندكش الكدرة أنك تستحوز أنت لعيبتك كلها اللي جاية لعيبة بتلعب في فرق أساسا بتستحوز فأنت تقدر تستخدم ده جوه الجيم يعني ما فيش مانع أن أنا جوه الجيم أستحوز شوية ثلاثة أربعة خمس دقايق منهم بطايع وقت منها بأن أنا بخلق فرص وفي نفس الوقت بتحرم منتخب السنغال من كور يعني ده هي دي الفكرة أنه أنا محتاجة روح يأخذ الفاولز بتاعتي واخد الأوتز بتاعتي كلها في التلت التالت إن أنا لو خدتها عندي دي مشكلة يعني أنا لو خدت أوت عندي هديبت تحطيلي في مشكلة مش بيحطيني في ماخرد بيحطيني في طايت جيم أنا مش عايز أروح للطايت جيم ده فأنا بالنسبة لي أنا عايز بس الراجل يعني يسمح لنا شوية يعني نستحوز شوية عشان نخرج بس للتلت التالي وكأننا إحنا عايزين نستحوز وهو اللي ما نعلم بس غالين يروح قبل ما نروح للمقارنة بالفرقتين والتشكيلين أو التشكيل منتخب مصر في مقارنة تانية في جيم تاني حاصل بين صلاح ومانية إزاي شفته في القاهرة وإزاي شايفه في مباراة العودة في السنغال الجيم لصلاح لغاية دلوقتي لأنه أنت اللي سجلت وانت اللي كسبت بس كان في جيم تاني في أرض الملعب لأ صلاح ما كسبوش يعني ساديو مانية في المباراة عمل تسعة محاولات مراوغة كسب منها سبعة صلاح عمل تلاتة كسب منها واحد فده بيوضح الفرق بين الحالة الفردية هنا وهنا مش بأتكلم كجيم جماعي لأن صلاح جماعيا صلاح عمل جيم دفاعي أنا يمكن ما شفتهش من سنين لصلاح بس في فرق في الحتة دي برضو أنه ممكن السنغال يكون عندها يعني ساطر خطورة كتيرة فبالتالي التركيز على ساديو ماني مزاي برضو ما هم مركزين على صلاح يعني أنا يعني فيش لا انت شفت فيها صلاح الكرة ريحاله إلا ما لقيت فيه ثلاث وحوش هجمين على الراجل يعني برضو لا يكلف الله نفسا إلا وسعه في النهاية انت مش مديله المساحة ومش ضاغط بأوراق هجومية انت لعدت مطشك هنا في القاهرة وسط جمهورك بتلت مهاجمين وسبع مدافعين وبالتالي مطلوب من المهاجمين مصر سواء مصطفى أو صلاح أو تريزيجي إن هم يبذلوا مجهود خارق عشان يوصلوا بالكرة لأن هم يصنعوا فرصة مش بس يسجل ولو هي دي المسطرة فعادة المدافعين فللأسف ساديو مانيكا بيعد من اثنين تلاتة يعني لو دي المسطرة برضو ساديو مانيكا بس ده مش الجيم يعني الجيم في الآخر مش فردي في الآخر احنا نبص للجيم بشكل جماعي صلاح في الحتة الجامعية الحقيقة عمل الجيم دفاعي هاي في كذا كورة حتى كانت يعني الناس تكلمت عليها لأ في كام كورة الراجل بيرجع ويدافع بيسند متمركز لأ موجود يعني موجود وبيقدم الدور الدفاعي بالشكل مطلوب الدوري الهجومي عن صلاح أنا كان عندي فيه مشكلة شوية ومش عند صلاح بس الحقيقة يعني هو عند منتخب مصر وخلاص وواضح ان الراجل دي مش أفكاره فاللي احنا بنقول ده هو غير كده مش ينفزه لازم يكون فيه لعيب كارير لازم يكون فيه لعيب يشلني من التلت الأول والتاني يروح للتالت ده مش بيحصل خالص اللعيب الوحيد اللي بنكونت عليه في الحتة دي هو صلاح والأسف برضو مش بيعمله معنا خريطة حرارية للاتنين هنلاقي انه برضو محمد صلاح في الخريطة الحرارية عنده جزء من الخريطة الحرارية بتاعته بيدافع فيه دي الخريطة الحرارية للمحمد صلاح لا فيه شغل يعني بالرجل الموجود بيدافع تقريبا بيشتغل الشغل اكتر اه طبعا دي مش خريطة حرارية الباك ده مش باك ولا حتى وينج بس يعني لا فيه جزء لا بيدافع لا فيه كورتين تلاتة لما محمد عبد المنعم خرج رجع وسند مع عمر جابر وقفل معاه لكن هي الحتة اليمين عندنا الحقيقة عمر جابر ومحمد صلاح ونني فيه مشكلة يعني الحتة دي كانت مشكلة كبيرة ولو روحنا للحالات بتاعت ساد يوماني لأ مشكلة مشكلة كبيرة الحتة دي فيها مشكلة يعني لا تدي الخريطة بتاعت ساد يوماني المميزة قوي في الاتنين يعني يعرف تحرك على الانسايد وتحرك في الانسايد أنا بالنسبالي ساديو ماني هو أخطر خطير في المنتخب السنغال وحابي بقفل عليه قد بالك أنه عمر كمال عبدالواحد ملعبش قدام ساديو ماني لا لعب نهائي بطولة أمم أفريقيا ولا لعب مواجهة القاهرة الأولى وعنده اللي يميزه في الحتة دي لأنه قدم أداء جايب في البطولة بشكل عام وعنده حتة الطول اللي بيفتقدها المنتخب خصوصا في علعاب الهوى يجي ساديو ماني في المباراة الأخيرة وبالتالي اللعيب مش جديد عليه مش هنبتدي من النقطة ومن أول الصات هسمع أرادك بس بعد ما نروح لفاصل أخير ونرجع نكمل كلامنا في الساديسة مع حضراتكم ومع ضرفنا النهاردة شريف سالم واحد من أهم الأسئلة اللي بتدور في دماغل الجهازين الجهاز الفني لمنتخب السنغال بيدور على إزاي يوقف خطورة محمد صلاح إزاي يبطل مفعول أهم ورقة هجومية في منتخب مصر محمد صلاح وإحنا كمان عندنا هنا بالتأكيد كارلوس كيروش بيفكر إزاي يوقف مفعول ساديو ماني إحنا يمكن قبل الفصل على طول كنتم أطرح على شريف سؤال مين الأفضل للناحية دي عمر جابر اللي لعب المباراة الأولى ولا عمر كمال عبدالواحد اللي قدم مستوى كويس جدا وعنده حتة الطول وبالتالي نوعا ما ممكن يباقف على رجليه في ألعاب الهوى وأضيف عليهم كمان اسم ورد جدا أنه يلعب في الحتة دي وكان كابتن خلت جاد الله نجمينا بلاحظة دي ساب يتكلم على أنه الأنسب في المواجهة دي أنه يشغل مكان الباك اليمين هو رامي ربيعة وليلأ وإذا كان حتى في يوم الأيام كارلوس كيروش لعب محمد عبد المنعم هنا ومن بعد ولعب إمام عشور هنا فيبقى رامي ربيعة خيار مخنع جدا لو جاهز وفت وفي مستوى يسمح له بالمشاركة عشان نتكلم على مواجهة ماني خلينا نشوف برضو تحركاته في مباراة القاهرة هنا يا شريف هي المشكلة الحقيقة الكبيرة جدا عند ماني بالنسبة لنا مشكلته هو مشكلته نحن معاه أنه هو لعيب شاطر قوي في الإنسايد والأوتسايد يعني يقدر لو راح على الصيد لو رقص لبرة هو كويس ولو رقص لجوه برضو كويس هذه مشكلة فأنا شايف أن الحل الأمثل بالنسبة لي أو اللي هيوضح في الحالات المشكلة بالنسبة لي أنا هي كانت محمد النني نشوف الحالات ونعلق عليها محمد النني الحقيقة أن نشوف الحالات هنا محمد النني الحقيقة عمل واحدة من يعني هنا مثلا أنا مش قافل زاوية التمرير بتاعت ماني أنا المفروض أنه اللعيب بيبقى عنده يعني إدراك خصوصا اللعيبة اللي بتلعبه بتلعب ديفندرات أو بتلعب مدافعين إن أنا دايما بشوف إيه المعدل الخطورة أنا المفروض أقفل عمق الملعب وأفتح الطرف محمد النني عمل العكس فده كان المنظر فالراجل راح يعني بمنتهى السهولة في مواجهة المرمى الكرة دي نفس الكلام برضو اللي اتنين ضغطين برضو محمد النني متأخر أنا مش عايز محمد النني اللي جاي من على الصايد أنا مش عايزك على الصايد هنا أنا عايز محمد النني دايما موجود في المساحة لما بين اللعيب اللي بلعب مدافع واللعيب اللي بلعب باكرايت الآن كان الإسمين أنا عايزه دايما في المكان ده علشان هو هنا على اللاين أنا مستفدتش حاجة لأن الراجل ده لما هيرقص دلوقتي يعد من الاتنين دي اللعبة اللي تقريبا ساديو ماني رقص فيها تلاتة أو عدة من تلاتة يعني أنا محمد النني بقى خلاص يعني طبعا لو بايفنا هنا لحظة خلاص هو ساديو ماني وصل على حدود المنطقة وخلاص كويس قوي أنه ساديو ماني في الكرة دي أنا فاكرا كويس قوي ما خدش قرار التزديد ولعب الكرة لأنه كان عنده الزي مفتوحة زاوية التصويب مفتوحة البعيدة والحقيقة لو نرجع للصورة اللي فاتت هي مش بس زاوية التصويب مفتوحة هو الشناوي أخد كرار خلاص إنه هو يعني لو لو هو صوب هو وقف على رجله اليمين هو خلاص هو وقف على سبتة يعني يعني الاختيار دلوقتي بتاع محمد الشناوي لو تصوبت على يمينه هيصد لو تصوبت على شميله هيوقف شبكة لأنه خلاص هو وقف على رجله فهنا بص محمد النيني الحد دلوقتي هو خلاص هو طبعا فقد الأمل في أنه يقدر يدخل في اللعبة فخلاص هو تفرد فأنا دايما عايز اللعيب يبقى في الحتة دي عشان لو لو ساديو ماني في الآخر الإنسايد أقل خطورة من الإنسايد فلو هو الرجل الرقص لبرا فدايما معه الباك لو رقص لجوه أنا عايز محمد النيني في الحتة دي من الباك من وجهت نظرك اللعب على ساديو ماني مطش بكرة؟ هو عمر جابر خلاص عمر جابر يعني مش عشان هو الأحزن الحقيقة أنا آسف يعني مش عشان الأحزن بس عشان على كفتين ميزان في الحتة الدفاعية مع عمر كمال ما أنا هختار برضو عمر جابر وبرضو مش عشان يعني الاتنين للأسف هيقدوا مش أحسن حاجة في الحتة دي ما ترهنش على ربيعة لو فتو أتمنى هو ربيعة فتو ربيعة كان بلعب مع النادي الأهلي مؤخرا هو ربيعة فتو وجاهز ورجله في الملعب فالله لا بس هل كيروش هيغير المنظومة كلها؟ يعني انت هتشيل عبد المنعم وتشيل عمر جابر وتشيل الوينش وتحط ثلاثة جداد ياسر وعلي جابر ورامي ما اعتقدش ان هو يعمل كده دي مخاطرة كبيرة جدا مخاطرة وهو يعني برضو مش من نوعية المداربين دي سؤال بالنسبة الحقيقة ما هو بالنسبة الحقيقة ما بيذهبوا نضحوا boot za'sr نطرحه في الظروف السيئة إن شاء الله في الظروف الإترابية نطرح لязوه من واحد من الاثنين اللاعب رميā أو عالúa جابر المع₁ castle لعب وجبت علي او 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 رامي من بره فحد منهم لعب او انت بقى لازم تديني سبب بعد كده ليه اخترت محمود علاء حتى لو مش عايز تديني سبب خلاص بس يعني تديني سبب ليه محمود علاء بيروح طالما هو مش في حساباتك ايب طيب بمناسبة خط الدفاع مين الانسب مكلمنا على قلب الدفاع الاثنين الاساسيين اللي غيبين لأسباب مختلفة طبعا عبد منهم الاصابة بكسر فمنخيره عندنا طبعا الوينش قف والاثنين كانوا الحقيقة برضو مطمنين وحجازي قبلهم طبعا نتمنى له يعني يرجع بس يعني يعني انت عندك ثلاثة الاساسيين تقريبا لشاركوا في الفترة الاخيرة مش موجودين مين الانسب من وجهة نظرك لان هما يلعبوا مطش السنغال الانسب من وجهة نظري انا اروح للثنائية اللي بتلعب مع بعض ياسر ورامي ياسر اه لان الفرق ورامي اه فرق الجودة ما بين علي جبر ورامي هو مش فرق كبير يعني فرق الديني مساحة للاختيار تمام وفي المباريات اللي زي دي انا عايز ثنائية لعبت مع بعض قبل كده فانا انا افضل ان احنا نلعب بثنائية ياسر ورامي لان الاتنين دول يعرفوا بعض اكتر من انا احطتهم ها احد ممكن يقولك طب ما ياسر وايمن لعبوا مع بعض برضو هو لا اهو خلاص هو يعني هو واضح ان احنا رايحين في حتة دفعية ما تسمعش بوجود ايمن يعني ده واضح فانا انا مش اختار ايمن لانه اولا عنصر الطول مش موجود فالكومبتيشن اللي هيدخلها مع ديديو مش مش في مصلحته خالص فانا عايز اللعيب اللي يقدر يطلع الكرة الطويلة او الكرة العرضية لان كمان فرقة السنغال تقريبا عملت حوالي 28 عرضية في مبارات الكاهرة فانا متخيل ان الرقم ده ممكن يزيد شوية هناك ده يخليك تفكر في احتمالية انه يلعب بتلاتة تلاتة صرحة يعني ما اعتقتش ما تعتقتش على حساب حد من نص ملعب مثلا هو الراجل عنيد يعني عنده ما عندهش مرونة عنده عنده في الاربعة ثلاثة ثلاثة وعنده عنده في الاختيارات بالمناسبة احنا لو بصنا على الحداشر ما حدش يتغير يعني طول طول البطولة الأفرق ما حدش يتغير انا رأيي الحقيقة ان انت لازم يعني لو كان رسكيروش رفع سماعة التليفون لك يا شريف رأيك افتش كيف في طريقته تشكيل بكرة هتقوله انت ايه هقوله يلعب ثلاثة اربعة ثلاثة ثلاثة اربعة ثلاثة بحمدي لان حمدي لعبها مع الاهلي اه يا حمدي هو يبقى الثالث اه حمدي وياسر ورمي إلعب بالثلاثة دول عشان الثلاثة دول هايقداروا يساعدوك يعني كان بقى مين الاثنين الونجباكس اللي هتحطوهم مين فتوح و وعمر جابر انت قلت عمر جابر يعني لو هنلعب لو هنلعب يعني ثلاثة أربعة ثلاثة هيبقوا الاثنين وينج باكس مش فول باكس ممكن وقتها نلعب الاثنين عمر كمال عمر كمال او عمر جابر الحقيقة الاثنين مش مكنعين بالنسبة لي انا شخصيا مش عايزة حطهم في باسكت واحد بس عمر كمال ممكن يكون انسب الطول واللياقة والقوة يعني انت عادتك برضو وفي اداء الحتة بتاعت الوينج باك هو ممكن يكون افضل يعني هيقدر يخليني خمسة تحت خمسة اربعة واحد او خمسة ثلاثة اثنين وهيقدر يخليني فوق لعيف زيادة لان هو عنده السرعات المش موجودة عند عمر جابر وهو فنيا في الجزء الهجومي يعني احسن شوية فرص زيزو وافشة في المشاركة في مباراة بكرة مرتبطة بسر المباراة ونتيجتها ولا ممكن نشوف حد منهم في البداية افشة مرتبط بنتيجة المباراة طبعا افشة مرتبطة وان كان بالنسبة لي نسب مشاركته حتى في حالة لقدر لا الخسارة لا تتعدى الخمسة في المائة لان هو وجود افشة احنا عملنا مقارنة هنا قبل وقت اختيار عبدالله ما كان افشة ده بيعمل ايه في الملعب وده بيعمل ايه في الملعب جبنا الاركام وجبنا الحالات الفنية الراجل راهن على عبدالله وعبدالله احباطه تماما يعني عبدالله كان رهان خسران بالنسبة للرجل فالرجل اول ما رجع من افريقيا واضح انه رفع سمعت التليفون قال له شكرا فعبدالله اول ما رجع اعتزل دولي خلاص هو عارف انه مش في خطط الرجل ده رهان فاشل الرهان اللي ممكن ينجحه هو افشة فالرجل جاب افشة لكن هل هو مقتنع رأيي انا الشخصي لا هو مش مقتنع بافشة تماما طب سيبك من كيروش انت شايف انه فكرة اللعيب اللي ممكن ينقلك الهجمة البسير اللي بثرو باس يوصل اللعيب اللي بيقف عكورة مش اول ما بتجيله عايز يخلص منها في اي حتة وخلاص اللعيبة اللعيبة السريعة اللي زي زيزو يعمل لك زيادة هجومية البوزيشن ده او الامكانات دي احنا محتاجينها من البداية في مطشو بكرة ولا احنا محتاجين سيناريو مبارات الزهاب كابي بيست هو نسخة طبق الاصر لو احنا لعبنا بواحد من الاثنين دول انا متأكد ان حالتنا هتتحسن لان واحد من الاثنين دول لعيبة كاريرس لعيب يقدر يشيلك اولا يعني بيعرفوا ياخدوا فاولات كويسة لعيبة عندها فيجين تعرف تعمل الكرة الطويلة لعيبة شوترس وان كان زيزو يعني احسن من من افشا في حتة التصويب لكن الاثنين لعيبة شوترس لا افشا ساعات ليه تجليات لا لا اه ده ليه تجليات ساعات بتبقى كرباج كده عارف لاطشة كده القضية ممكن كده هو ليه ليه حاجات طبعا ليه حاجات بس كلعيب شوتر كلعيب بيحط الكرة تحت الرجل ويصوب بالنسبة لي زيزو افضل زيزو افضل فدي حتة ممكن تفرق معاك يعني زيزو في مبارات الوداد والزمالك اول ثلاث دايب يجيب جول من لا شيء يعني من ست ليه عادية جدا من لا شيء بيصوب يجيب جول فدي حاجات ممكن تفرق معاك اللعيبة اللي عندك ما عندهش الكدرات دي يعني عمر الثلاثة كدراته ايه في النواب يدفع كويس قوي وقدراته الهجومية في انه بيعمل لك الجول بتاع محمد صلاح بصير برضو يعني الثلاثة بصير من اللعيبة اللي يعتراهن عليها وعنده جمزة الكدرية اللي بيلعب بيها كيلوش يعني واحدة الكدرات الطوية اللي معتمد عليها كيلوش السلاثة دايما عشان كده هو السلاثة رقم واحد عنده في الحتة دي عشان بيعملوا الاتنين دوب بيعملوا الحتتين دوب الدفاعية والنقلة الهجومية والقرار الطويلة اللي احنا سجلنا منها كتير والله والسلاثة كمان لما بيزيد يعني في مطشاط الاهلي وطبع بشفوش بيزيد قوي مع منتخب مصر بس في مطشاط الاهلي لما بيزيد عنده كمان قدر على انه يصوب يعني ليه جوال برضو تقول انه رجله مظبوط على الجوه انشان كما مظبوط كور ماركونة كور اللي هي بلايسينج كور خوية تزديدات خوية بس ما بشوفه يعني راجل غالبا محجمه في الحتة دي مع المنتخب محمدي بالنسبة لي طبعا هو افضل لعيب موجود في الحتة دي في الكارة مع اليو ديانج فانت هيبقى عندك مكان واحد بس محمد النني اللي انا الحقيقة شايف المفروض بقى كان يعني الرجل بيستفيد من تجاربه المفروض كان استفاد من تجربة ان انت لما جبت محمد النني مجابش اي مستوى غير في ماتش كو ديفور يعني لعب ثلاث ماتشاط عشان يجيب مستوى ولما ماشي من بطولة افريقيا راح مع عفرقيته ملعبش خالص فانت ما تجيبوش عشان تديله اداء عندي لا انت لعب اللعيب اللي جاهز عايز اخيرا اسألك على منتخب السنغال اكيد ما فيش منتخب حتى البرازيل وفرنسا والفرق اللي هات ما عندهاش نقاط ضعفة ممكن انت تقراها وتستغلها شفت السنغال ازاي وشايف يعني احنا قطعت صلاح بالعرض ودخوله الصندوق مع الباز بتاع السلية خلى مصر تعمل فرصة هدف مؤكد وكان معنا توفيق انها خبطت في اعتقد سيسيل اللي مدافع اللي مدافع اللي مدافع اللي مدافع وخطرنا ياخد مكافة الصعوب من وجهة نظرك ايه النقطة الضعف الواضحة او التركاي اللي ممكن نلعب عليها ممكن تساعدنا في ان احنا نخلص جول التركاي بالنسبة لي هم الاثنين فول باكس اليوسيس بيلعب في دور الدرجة التانية في فرنسا مش بيلعب في احسن مكان في الدنيا ده ممكن نقدر الشغل عليه وكان واضح ان احنا شغلنا عليه كان نتيجته ايجابية واسجلنا منه الناحية التانية صار من اللعيبة اه بيلعب في بار ميونيخ لكن ما بيشاركش خالص نسبة مشاركاته في بار ميونيخ وليلة جدا ومشاركته في مباريات الكاس وعدد دقيق وليلة فالحقيقة بالنسبة لي الاثنين فول باكس نقدر نشتغل عليهم ونحط يعني نشتغل من وراهم حاجة كمان سي سي اللي هو نزل مكان ديالو العيب برضو امكانياته يعني متوسطة ممكن نقدر نشتغل عليه شوية لكن هو طبعا كل بالي ده اللي مش نقدر نشتغل عليه كل بالي احسن مدافع في الدور الاطالي فهو دفاعيا عندهم مشاكل نقدر نستغل له نص الملعب مندي بيحاول يشيل شيخ كوياتيه شوية لكن شيخ كوياتيه لزيل عنده المشاكل اللي موجودة حتى عنده في كريست البالس لما يلعب فانا شايف لأ يعني فرق الكدرات مش الشاسع في ان احنا نحس ان هو لأ عندهم مشاكل وعندهم مشاكل دفاعيا كتير شفناها شفناها في بطلوت افريقيا هوا بتاني يا شريف شكرا شكرا جزيلا وان شاء الله بإذن الله المرة جاء نتقابل فيها نبقى بنحتفل بوصول مصر للكاس العالم كل الفوارق دي بتدوب حداشر رجل في الملعب الروح والشخصية بتاعت منتخب مصر تخلينا نعدي مطشاط اصعب من السنغال بكتير واللي عنده طموح يلعب مع الكبار في كاس العالم بالتأكيد ما يخافش من مواجهة اي منتخب افريقي حتى لو كان السنغال بإذن الله ان شاء الله موفقين كل التوفيق لرجالتنا باشكر شريف سلم طبعا ضيفنا النهار في السادسة باشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل على كل خير دايما على شاشة الاهلي في السادسة تحياتي لكم